نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توجيه برنامج الدعم النقضي تكافل وكرامة لغير مستحقي نتيجة توجود أخطاء في قواعد البيانات وشددت وزارة التضام الاجتماعي على انتظام صرف برنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستحقين لتكافل وكرامة قد وصل إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسرى وذلك بإجملية 14 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى مليار وستمائة ألف جنيه شهريا وعشرين مليار جنيه سنويا